معي من دبي لارا تراباي مدربة موتمدة او لايف كوتش اليوم موضوعنا حلو كتير بمناسبة عيد الحب شو هن لغات الحب الخمسة لارا صباح الخير صباح النوم نسرين اهلا وسهلا فيك شكرا اكلي فالنتان same to you يعني بتعرف قدمنا منحكي ومنعرف بالحب اول مرة منعرف او انا شخصين اول مرة بعرف انه في خمس لغات للحب ايه خمس لغات للحب دكتور جاري تشاتمند طلع فيهم نعم هتا نشوفه تخبرك عنه نسرين انا مستدفع في اليوم لانه انا انت مصطدفين اول شي اهلا وسهلا الحب هو احلى شيء بالدني يعني الله عطينا الحياة لانه بيحبنا وجينا من اهل بيحبونا اذا اساس الحياة الحب اذا بدأ احكي شوية عن دكتور جاري دكتور جاري عمل كتاب كتير انترستن هو كان اساسا ماريج كونسلور وهو على مدة اربعين عام كان بينصح الازواج كيف حسنه على قاتم وبعد هالمدة عمل كتاب ترجم لخمسين ضغط ونبيع تلتعشر مليون كابي منه للكتاب يعني كان كتير ناجح وهذا الكتاب بيحكي لنا عن خمس لغات للحب نحنا كاشخاص منفهم بطريقة معينة انا ويكي نسينا عم نحكي باللكن اللبنانية عم نحكي عربي اذا انا من تشاينا ما بقدر اتفهم معي كبه هيدا اللغة وزات الشي لغات الحب الخمس لغات الحب هنه اول شي في عنا تكريس الوقت فيه اشخاص بيفهموا انه انت بتحبيهم بديك تكرسينهم الوقت وبس نقول نكرس وقت مش يعني نقعد نحنا والبرتنار على التيفيو وكل الوقت على التيفيو ما عم نطلع ببعضنا نكون انفاكت عم نحكي مع بعض عم نطلع عم نتفاعل مع بعضنا فيه كلمات التشجيع فيه اشخاص بيفهموا انه انت بتحبيهم بس تقليلهم انا مفخورة فيك هيدا الشي اللي عملته كتير ناجح انا بحبك يعني نعبر تمان عنا تبادل الهدايا فيه اشخاص ازا ما بتجيبيلهم هدية ما بيعرفوا انه بتحبيهم وبس نحكي عن الهدية مش الهدية اللي ازا بديك يعني فيها تكون رمزية مش ضرورة تكون غالية فيه انا اجي اليوم مثلا نجيب ليك واردة يقول لك هاكي فالنتاين الكل سنة وانت بخير وانت هيدا الشي يكون لقليك انه عم بتعبرلك لارة عن حبه كصديقة بعدين عنا الاعمال الخدمية يعني دكتور جاري عادت مسألة عن حاله كتير مهضوم قال كان يضلي الا لمرته لانه هو لغة الحب عنده التعبير كان يضلي الا انا بحبيك انا بحبيك كيف ما بارميته انا بحبيك وانت كتير انا فخور فيك بالاخر قالت له شو يعني انا ما بحسك بتحبني اذا انت عن جد بتحبني ساعدني بشغل البيت لانه هي بالنسبة لقلة الاعمال الخدمية هي تعبير عن الحب يعني البي بيساعد بتحفيض الولاد اللي هو كتير بده يكون بيساعد بالباسيكس طبعا الاطفال والزوجة كمان اخر نقطة انا كأم كتير كتير بتعميري وبحبها الاتصال البدني يعني الفيزيكال توتش يعني خاصة مع هو مع البرتنار بس كمان مع الاطفال بالبيت ادي حلو نحنا نغمر ولاد الغمرة صح نغنجون and so on سو هوني لغات الحب الخمسة نعم ببساطة يعني جربة اشرحون رح اضهر شوي من الموضوع واكيد يعني احنا بحوالي طبعا اليوم ازا بديك التعبير عن الحب يختلف من انسان لانسان ولكن يختلف بشكل اساسي بين الرجال وبين المرأة يعني اللي بتطلبوا المرأة غير اللي بيطلبوا الرجال بالحب قدمهم نفهم بعض لحتى نتفق يعني يمكن هي تقول اوقات انه ما عم بيعمل هيك ما بيحبني او هو يقول ما عم بتعمل هيك يعني كيف نساعد هالكوبلز يفهموا بعض اكتر نسرين اللي عم تحكي يعني مرتبط بالسؤال وكتير حلو السؤال لانه عن جد هيدا المشكلة اللي عم بتصير بمجتمعنا اليوم يعني كتير رهيين صار الطلاق او الانفصال او حدا يحكي انه ما بيفهمني ما بتفهمني كله بيبلش من انه نحنا نفهم اول شي لغة الحب عند الشخص الاخر وهيدا الموضوع مش انه انا اليوم بقوم يلا بكرة عرفهمت لغة الحب عن جد بدنا نعمل افار يعني بدنا نحط مجهود تنفهم الشخص الثاني وبدنا نحط مجهود كمانة كبير نفهم حالنا ونفهم نحنا شو لغة الحب تبعنا ونحط مجهود بعد اكبر بالكومنيكاسيون يعني نقدر نوصل الفكرة لانه ازا ما وصلت الفكرة للشخص الثاني كمان بتعمل مشكلة اكبر يعني انا ازا ما عم بتعبر لشريك حياتي انه انا انت اللي عم تعمله ما عم بيعبر لي عن الحب ازا ما قدرت توصل له هالكونسرن هو ما رح يعرف يتصرف تجاهي ما رح يعرف شو اللازم يعمل من وين يبقى بس نقدر كمان نفهم هالشخص الآخر انه هيك بيعبر عن حبه يعني مش دوره يعبر بالطريقة اللي احنا بدنا اياها اكيد وهيدا شي حكي عنه دكتور جاري كمان شخص اجا عامل عنده وقالت له انه المدام قالت انه انا مشكلتي معه انه ما بيساعدني بولا شيء قال له لدكتور جاري ازا هي مفكرة انه انا رح ساعدها بالباب ما رح اعملها مستحيل اعمل هالشيء يعني ما هيدا الاساس انه نحنا بس نفهم شو لغيت الحب تبعنا وشو لغيت الحب تبع الاخر ساعتها بيصير فيه قرار جدري يعني انا ازا شريك حياة اللغة الحب تبعه ما بتنسبني ما بقدر اخد انا الحنان والاموشن اللي انا بدي اياها من هيدا الشخص ساعتها انا علي قرر بقبل لغته متل ما هي وبطلب منه يعبر لي منلاقي يعني اه طريق يعني اه خط وسط بيننا وبينه خط وسط ولا لا انا هيدا الشيء ما بينسبني وانتبهي نسرين في كتير اشخاص والزيادة احنا يعني كانوا كتير ياخدوا يعبوا ازا بديك هالفراغ بامور اخرى يعني بتلقى كانت الام بضل عند اهله ما كانت كتير تشتغيل يعني تعوقد عن هيدا الحرمان ازا بديك او المسماتش بكتير طرق تاني هالقيام متطلبات الحياة الخلافية صاروا الاشخاص يعني ضغرب ازا بديك عنا شور تامبر ومش عم بيمكن الحال وما بدي وما عنده شيء عبيه للفراغ الموجود صد بصير في طلاق اكتر ومشاكل اكتر نعم هو لارا كمان بلكة بالدرجة الاولى يعني مهم نقرأ ونتابع انه قده دماغ الرجل يختلف عن دماغ المرأة والنيتز طبعه غير النيتز طبعنا يعني هنه شو بيطلبه غير نحنا شو منطلب؟ بعتقد انا انه بتبدأ الحياة تصير حلوة لما منفهم هيدا التركيبة يعني ونفهم هنه كيف بيعبروا عن حبهن بطريقة كتير مختلفة نحنا يمكن نحنا غمرة تكفينا عنه يمكن عرفتي انه عم بقول لهذا الشيء يقرأ عم تحكيه كتير مزبوط نسريم هو اساساً دماغ الرجال كتير دفرنت عن دماغ المرأة يعني علمياً بعدين عندك الفامنان انرجي والنحافف يعني الطاقة الانفوية والطاقة الذكورية اللي هي موجودة بكل انسان عندك الرجال عندهم طاقة انسوية يعني ظاهرة اكتر من رجالته بس شي يعني اللي عارفين هنفسر هالنقطة ما بعرفها شو هالنقطة بالضبط؟ نعم هو باسيكلي يعني مثلا الطاقة الانسوية بتكون بس تكون موجودة عند الرجال مثلا بيعبر عن حبه اكتر بيكون اكسبرسيف اكتر مثل الام يعني عنده هيدا اه اوكي والطاقة الذكورية هي بيحمي البيت بيجيب مساري يعني هاي دي كمان بتختلف بالرجال وبالست حسب كل شخص يعني مش بس الدماغ كمان في عنا طاقات بتخلي شخص يكون بي بايزا بديك هيكي باكتج معايا مختلف عن حدا تاني صو كتير مهم عن جد نسريين ببساطة كتير مهم كتير مهم الحوار البناء يعني لانه في شخص اللي بحب الفط النظر عليها انه نحنا اول عشر ثواني بجدال بنقدر نركز على اول ثلاث جمال بيصير كلهم البرين طبعنا انه نرد وندفع عن حالنا مشان هيك الجبال بيعمل مشكلة اكبر مشان هيك بدي يكون حديث باجواء مليحة نجرب نلاقي الوقت المناسب اللي هو كتير صعب يعني كتير صعب انه بها الايام ان احنا كتير مشغولين ومضغطين نلاقي الوقت المناسب انه ونبلعة نرجع نحكيها وقت اللي بيكون الظرف ملائم يعني ويكون الحبار بنا نعم طبعا لارا انه يقال انه الحب بيتغير وبيتبدل وبينضج خاصة لما بيصير فيه ولاد لما بيصير فيه عائلة شو عنا نقول هيك يعني هيك مراحل متقدمة من قصة حب بلك عمره عشرة وخمسة عشر او عشرين سنة كتير حلو كمان انا ممسوطة كتير بالخوار شكرا لك ان شاء الله يكونوا كمان المشاهدين عم بستفيدوا اكتشلي انا صار لي خمسة عشر سنة مزوجة وبيقدر قللك انه كتير مزبوط هيدا الاشي اللي بينحكها لانه اذا بدي قارن علاقة الزواج دي حيلا علاقة تاني علاقتنا مع احبنا علاقتنا مع اخواتنا بالعائلة بتتطور وهيك مفروض يصير انه تتطور لشي احسن وبس تتطور يعني بيقلك يعني هيدا الاحساس انه يطلع فيه او دقة ايده بايدي او هيدا اللي بتكون قبل اول ما تكون متعارفة على الشخص اكيد ما بيضل بس تفود صلي خمسة عشر سنة عيشي معا نفس الفيلنج اكيد اوكي من هاي الناحية يعني الموضوع بعتقد واضح لاغلبية العالم بس بصير فيه اكتر عشرة بصير فيه اكتر احترام للعشرة بصير فيه اذا بدي تأدير كمان تأدير كتير 100% تأدير وبصير فيه تواصل كتير قوي يعني انا بقود بطلع بالجوزيك بيشيب بالطالب بكونوا عم بيطلع فيه بكونوا عمفكر بذات الشيء اولا حتى منضحك عشي انه بلا ما يصير فيه حديث بتصيروا ع نفس الموجة يعني 100% يعني هيك مقبود اذا العلاقة صحية لحد ما يعني مفروض وهي دا الشي بيصير كتير حلو كتير تطلعي بولاديك تطلعي بعشر سنين لقدام وين معقول تكونه بصير فيه عندك اهداف كتير كمان اتغلي نسرين بيقولوا على الثمانين سنة في كتير اشخاص سئلو شو كان اهدافك انت او شو حققت من اهدافك ينصحوا كذا علماء انه انت بس تفكري بالأبجيكتفز والبولز تبعي كشخص او كقبل تفكري لبس يكون عملك 80 سنة مش تفكري لهالكم سنة لقدام ساعة بيكونوا دسمين يعني وبيفدوكي على المدى البعيد نعم لارا انا بحب هيك اسأل القصص يقول لي انه هيك من ارض الوقع اليوم قبل صلن يعني عمر عايشين هيدا الحب كيف ممكن نخليه قلنا هيك اذا بديك موجود بينانتون قلنا هلأ من خلال الكميونيكيشن والاحترام والتقدير ونصارح بعض بكل شي ولكن نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا واكيد انت كلايف كوتش تجيك حالات قد في ناس ممكن تفوت على حياتهم بالخط تأثر عليها او تأثر علي يمكن يعيشوا نزوي يمكن يعيشوا حب وهيدا الشيء بلكي عم بيقدل لخلافات كيف ممكن واحد يكون اذا بديك حامي حاله من الأسس اللي بتفوت من بره لأنه بالنهية هاي مشاعر ممكن الواحد يتأثر نسريين اول شي لازم نفهم نحن نحن نحمي حالنا مضبوط بس نحن ما فينا نحمي الشخص الآخر او نحن ما فينا نخلي الشخص الآخر يكون وفى لألنا نحن ما فينا نعمل اللي منقدر نعمله لنكون نحن شركة جيدين بس ما في شي ممكن نعمله يخليه هو يظهر ما يظهر او ما يعمل شي غلط نعم هنا بحب بنوه عن موضوع انه ما لازم الشاب ولا الصبية يلومه ذاتهم اذا الشخص اللي بحياتهم غلط بحقهم او عن النزوة او معنى النزوة هلأ فارجع على سؤالك اللي هو كتير مهم انا كشخص اليوم كيف بحمي حالي من تعرضي لشي يقزيني او يقزي علاقتي فيه شي كتير مهم نحن لازم نشتغل عليه بحياتنا ان كانت العاطفية ولا بالعامة يلي هو شو المبادئ طبعا كاشخاص لانه اليوم من نحن وصغار انا بقول له لابني مثلا اذا حدا ضيافك بتقول تانكيو ما بتاخد اذا كتير شد بتاخد واحدة يعني كنت يقصص عم ببنية بابني كولد نعم ذات الشي بالنسبة لذاتك انا بحط لحالي شو قصص الحياة اللي انا عايشة فيها طب اذا هايدي النزوة انا يعني بقدر حط لها معيار قدام همي انه انا اختي هالخطوة واعمل هايدي الستاب بالنسبة لقلت متل ما حكينا انا بعد عشرين سنة لقدام هاي الشي اذا عملته هالنزوة ولا هالعلاقة يعني اصدق انه نفكر لقدام بتداعيات هيدا الشي مية بالمية ما واحد يعيش المومنت يعني مية بالمية لانه نسرين في اوقات في اشخاص بيكونوا بنزوة بس بتتحول لزواجه ولعلاقة ناشحة ولشي هن ما كنوا بالحسبان وفي اوقات بتكون هايدي النزوة اكيد خطيئة كتير كبيرة خطيئة وبتخرب لهم حياتهم مية بالمية ومشن هيك عم يقلك لسم انسان يشوف وقصص مبادئه بالحياتة اذا سبت عم تتعنف نسرين او اذا شاب عم بيتعرض لخيانة من زوجته وفات بعلاقة وقدر يعمل علاقة يعني صحية ومشروعة ويعيش حياة طبيعية ليه بدو يضاي يتعنف او تتعنف من هون عم بيقلك انه كتير مهم الواحد يشوف هو شو مبادئه وشو اللي هو عن جد بدو ايه بحياته نعم نعم لا رأي ما بعرف بعد لازم نحكي بالسلف لوف هيك بالاخير او حب الزيت يلي اكتر بيعتبروه او بيضيع وبين انه هو تقدير الزيت ولا قانونية فحب الزيت قديه اساسا نحب حالنا لنعرف نحب مثل الشجرة الشجرة اذا ما كانت عم تتغزى مزبوط وعم بتكون بالسويل هيك التربة تباعة قوية وشزورة قوية وعم تاخد مي مزبوط وشمس وعم تنوى صعب الفواكة تباعة كيف معقول يطلعوا منزوعين ونحنا زيت الشيكة اشخاص كتير صعب نحنا نلاقي القصص اللي عن جد بتنمينا وبتكبرنا وبتطورنا واوقات الاشخاص يعني كتير مهم نخصص وقت لحب الزيت واوقات يعني كيف يعني هتا نقول لهم بس كيف يعني حب حب الزيت شو حلو هالسؤال يا نسرينة قالك ليه بحب هيدا السؤال لانو في اشخاص مثلا انو انا بحب حالي يوم بدي نام للساعة 12 ما رح روح على هيدا كورس الجامعة انا بدي ريحها لسلف لاب بيخروب حالي هيدا خبصة خبصة لأ بس عشان نسرينكي كتير اشخاص عم بيغلقتوا بهيدا السنة نعم الحب الزيت هو الحب اللي بيخليك تنمي تتطوري وتكون احسن من اللي انت عليه اليوم نعم شو ما كان بيخدم هيدا الشي هيدا الهدف بيكون هو ضمن حب الزيت يعني شو يعني اهتمام بالزيت الاكل الصحي الاسبار الرفقة الحلوة يعني عم بقول لأصص هيك ما بحر تقوليلي لا هكي التقليد الشغلي فيه كمانا براكتس متلا اسمها ماينتفلنسي اللي هو حس الوجود بالثانية هيدا يعني نحنا اوقات منغلط بحدا او منعمل شي خط هكي غلط عفوة يعني بسيط نعم لانا جمعة عم نعزب حالنا كيف حكيت هاك وكيف حكيت هالكلمة ويا الله يا ريتني ما قلت هاك وانا منواخزة حالي هيدا ضب حب الزيت حب الزيت بيكون بيكون في رحمة وسامح نسامح ذاتنا نسامح ذاتنا ونرحم حالك يعني احنا مع ذاتنا اوقات كتير بنكون متل جميع دي الشغلة تاني بفيها ضمن حب الزيت اكيد ناكل اكل صحي يعني ناكل اكل ما يكون بس هدفنا يمكن كيف شكلنا مبين او كيف وزننا ننكل اكل عن جده غزينا نطور حالنا فكريا وغهنيا نروق حالنا ننام منيح نطلب الحب لانو الحب من الاساسيات يعني ما فيها نحنا نكون بعلاقة انو انا متحمل وساكت وهايدا وما عم بقول لالباترنير طبعي انو انا بدي تعبرلي عن الحب طبعا كمان يعني حب الزيت هو كل شي متل الشجرة نحنا اكزامل حلو مثال الشجرة كتير افكرا يعني كتير هيك حقيقة بدي اختم هيك بعد معي 30 ثانية يا لارا ما بعرف هيك شو ما اقول نعطي تبس سريعة لم ناس اليوم لحتى يكونوا عادي جدا استفادوا من فقارتنا حاول اذا بدك لغات الحب الخمسة انا بيقترح انو الكل يفوتوا ينقشوا على لغات الحب الخمسة يقروا عنهم اكتر ويشوفوا هني شو لغة الحب طبعهم طي يقدروا يطلبوها من البرتنار طبعهم اذا هو حابت بيعطيها نعم ويكتشفوا شو لغة الحب طبع البرتنار لانو تلقائيا بس نحنا نكون مصدر للحب بيتردلنا ايه بيرجعنا يعني كارما كارما ايه زراع حب تحصد حب بي بالمية نعم لارا ترى بيبدأ تشكريك اكيد اكيد رح يكون قلنا لقاءات مقبلة بتشكريك هيك لهالاضافة الحلوة بموضوع الحبي اذا بدك هيك يعني وجهة نظر مختلفة وجديدة شكرا لقليك اشتركوا في القناة